بيان من الحكومة الثاني والسلاسين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في عام 2018 كوسيلة لتعزيز الدعوة حول أهمية التسجيل المدني لنمو أفريقيا كما أنها فرصة للإعراب عن الدعم والالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز نظم التسجيل المدني وزيادة التنسيق بين أصحاب المصلحة بهدف تحقيق الاستفادة المسلحة من الموارد المتاحة من أجل تحقيق الأداء العام في هذه الحالة ويأتي الاحتفال بنسخة 2020 تحت شعار تعزيز الروابط بين تسجيل حقائق الأحوال المدنية وإحصاءات الأحوال المدنية وأنظمة الهوية القانونية من خلال التحول الرغمية في خدمة الشمول القوي إلى تعزيز التزام الدول الأفريقية بتحويل وتحديز أنظمة تسجيل الأحوال المدنية الخاصة بها على الفور من خلال الرغمنا لقد غام بلدنا منذ عدة أعوام بإصلاحات عامية تهديف أساسا إلى تحديث إدارته بشكل عام ونظام الأحوال المدنية بشكل خاص وقد مكنت هذه الإصلاحات من بس حيات جديدة في نظام التسجيل المدني لدينا مع تحسين جودة وأداء الخدمة العامة بشكل كبير بما يرضي المستخدمين لذلك ينبغي التأكيد على أن الإصلاحات المسكورة أعلى تنبع من رؤية بعيدة النظر لفخامة السيد الرئيس الدمهورية رئيس الدولة محمد إدريس دبيتنو يمكننا أن نقتبس من بين أمور أخرى إنشاء الوكالة الوطنية للوسائق المؤمنة اعتماد المرسوم رغم 002 بتاريخ الرابع عشر من فبراير العام 2020 بشأن التنظيم وعمل السجل المدني في جات والنصوص الملحقة به اعتماد خارطة طريق جديدة لتسريع وتسجيل المواليد في جات بحلو العام 2030 تنفيذ آلية التشغيل البيني بين النظام الصحي ومراكز التسجيل المدني والتي تغطي اليوم 75% من المراكز الصحية في جات والإقامة سلام مع موضوع هذا العام فإن بلدنا جات هو اليوم في مقدمة البلدان التي تسجيل التسجيل الغائي للمواليد والإصدار الفوري لشهادات الميلاد على ورق آمن ويعتبر بلدنا في أفريقيا نموزجا لهذا النهج الجديد المتمثل في النوافذ الوحيدة للتسجيل المواليد في الأحوال المدنية مما يشكل تغدما كبيرا وعدا أعرب عن خالص شكرنا لجميع الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في رقمنا التسجيل المواليد شكرنا لمختلف الشركاء الذين يواصلون مرافقتنا في هذا المشروع الإصلاحي الواسع ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالبند السادس عشر الفغرة التازعة للبنك الدولي فإن الرهان أبعد ما يكون عن الفوز لأنه يجب بزل الجهود لتحقيق تسجيل المواليد الشامل في تشاد بحلول عام 2030 ومن هذا المنظور ستبزل الحكومة غسارة جهدها لإزالة الاختناغات الأخيرة التي تحول دون تحقيق هذه النتائج من خلال إنشاء حيئة من موظفي السجل المدني وتدريب موظفي السجل المدني والعاملين الصحيين وحملات التوعية بأهمية تسجيل الأحوال المدنية في جاد وستعمل الحكومة مع جميع الشركاء لتوسيع نوافذ تسجيل المواليد الوحيدين في جميع مستشفيات الولايات وكذلك في جميع بلديات جاد تشكل هذه التعددات تسارعا حقيقيا لمعدل تسجيل المواليد في مكتب السجل المدني لأنه تحل غضايا تعطيل المداخلات والاحتيالات على مستوى شهدات الميلاد وتجعل من الممكن مساعدة السجل الوطني البيومتري للسكان ستتميز نسخة 2020 من يوم الأحوال المدنية الأفريقي في جاد بتوعية الجهات الفاعلة الرئيسية ولا سيما رؤساء البلديات ورؤساء لجان الإدارات بالإطار الغانوني للأحوال المدنية مع التركيز على قابلية التشغيل البيني مع القطاع الصحي من حيث الميزانية العمومية نلاحظ مع الارتياه 68 مراكز تشغيل في جميع أنحاء الغالمة الوطنية بما في ذلك 7 في أمجمينة و61 في الولايات على عكس العام السابق عندما كان لدينا 18 مركز فقط بزيادة غدرها 50 مركز جديد نزل إصدار الأخير ترجمة نانسي قنقر